رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته فإن كان في فرائضه نقص نظر في نوافله فإن وجد لها نوافل كملت بها فرائضه وكذلك يفعل في جميع أعماله المفروضة كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة صلاةه المكتوبة فإن تمها وإلا قيل انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم فعل بسائر أعماله المفروضة مثل ذلك وكون المسلم في الحرمين الشريفين فرصة عظيمة لفعل العبادات والتزود من الحسنات يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أهم النوافل في الصلوات الرواتب التابعة للصلوات الخمس وهن 12 ركعة وقد جاء في الحديث الشريف ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة وقد فصلت هذه الثنتي عشرة ركعة بأنها أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر وأهم الرواتب على الإطلاق ركعتاء الفجر وفي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركعتاء الفجر خير من الدنيا وما فيها والمراد في هذا الحديث بركعتين الفجر أي راتبة الفجر التي تكون قبل فريضة الفجر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتين الفجر رواه البخاري وفي راتبتي الفجر والمغرب يستحب له أن يقرأ بسورة الكافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية لما رواه عبد الله بن مسعود أنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بسورة الكافرون وقل هو الله أحد وأم الأربع التي قبل الظهر فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضبا عليها لا يدعوها وفي الحديث من حافظ على أربع ركاعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار وصلاة النافلة تستحب في البيت سواء كانت راتبة أو غيرها لما جاء في الحديث الصحيح في الصحيح المتفق عليه إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وفي الحديث اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم أي صلوا النوافل في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا متفق عليه وعما صلاة الجمعة فإنه ليس لها راتبة قبلية وإنما يشرع لمن دخل المسجد قبل دخول الخطيب أن يشتغل بما يقربه إلى الله من نوافل الصلاة والقراءة ونحو ذلك يستحب له تحية المسجد ركعتان فإن شاء أن يتنفل بعدها نوافل فإنها من النوافل المرسلة المطلقة وليست من قبيل السنن الراتبة وأما بعد الجمعة فإنه يستحب له أن يصلي بعدها أربعا لما جاء في الحديث إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين لما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته متفق عليه إخواني الكرام إن مما يشرع في السنن الرواتب أن تقضى إذا فاتت وهذا تربية للعبد المسلم على عدم ترك العبادة التي واضب عليها وقد كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الرواتب إذا فاتته وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الظهر وقضاء الرواتب يجوز حتى في وقت النهي فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وهذا والله تلعلم حصل لما شغله وفد عبد القيس لما جاءه بعد صلاة الظهر فشغلوه عن الركعتين فقضاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر إن في قضاء النوافل تربية للعبد المسلم على المواظبة على الخير والمداومة عليه والاستمرار فإن العبد إذا ترك النافلة يوما ولم يقضيها يوشك أن تستغير نفسه شيئا فشيئا حتى يترك النوافل بالكلية والله جل جلاله قد أمرنا بالمسارعة إلى الخيرات والمحافظة عليها وقال رسوله الكريم خير العمل أدومه وإنقل إخواني الكرام أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يحافظ على نوافله وعلى رواتبه في الحرمين الشريفين وفي غيرهما وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة في كل شيء اشتركوا في القناة